كثير من شعوبنا ميتة ولا دير روحة ميتة ولا خايفة من العصابات لتحكمها ويؤلمني جدا أن الشعب الجزائري وكأنه ميت أنا أعرف وكثير منكم يراصلني ويتكلم معايا أنكم تغضبون وتبكون وتدعون وتنزعجون لكن هذا لا يكفي هذا لا يكفي شعوب العالم لا يربطهم بالفلسطينيين لا دين ولا لغة ولا تاريخ ولا ماضي ولا حاضر ولا أي شيء ولا لون ولا شكل ينتفضون في أستراليا اللي تبعد على بعد أيضا 20 ألف كم مربع أو ما يقرب وينتفضون في أمريكا الجنوبية وينتفضون في الولايات المتحدة وينتفضون في بريطانيا وفي فرنسا وفي بريكسل قبل قليل كانت هناك مظاهرة كبرى في بريكسل شعوب العالم تنطفض في كل مكان وأنتم خانعين خارسين ساكتين مخلوعين خايفين وش رحين يديرون لكم ماذا سيفعلون لكم ماذا سيفعلون لكم هاو الشعب الفلسطيني في غزة الطائرات تقصف الناس تفقد أولادها ونساءها ورجالها تقطع أكثر من 20 ألف جريح حوالي 9 ألف قتيل أكثر من ألفين تحت الركاب وتجارتهم وبيوتهم وأملاكهم وسياراتهم ومع ذلك يقولوا احنا هنا بقيين ولن نغادر وطننا ونفضل أن نموت تحت الحجارة وتحت آلاف الأطنان من القنابل على أن لماذا لماذا هذا الجبن يا إخوانا لماذا هذا الجبن خلوني هذه المرة نتكلمكم بصراحة لماذا هذا الجبن لماذا هذا الخوف ماذا ستفعل عصابات شنغريحة الرعب رح ساكنهم والله لو يخرجوا الجزائريين في عشرين وثلاثين مدينة للرعب يقول لي ملكهم الرعب ماذا سيفعلون يطلقون الرصاص لن يستطيعوا يعرفون أن إطلاق الرصاص سيؤدي إلى نهايتهم ربعين مليون في الجزائر وأغلبية الجيش وأغلبية الشرطة وأغلبية الدرك كلها متأثرة بما يحدث فلسطين وترى هذا النظام الخائن اللي جايب مجموعة من المرتزقة اللي واصلين بالمخدرات وبشكاير حطينا في البرلمان كما يسمونه ويديروا بهم تصريحات تبون السفيه هذا لم يكن له تصريح حتى كرئيس بوليفيا أو كوزيرة في إسبانيا أو كوزير خارجية إيرلندا ماذا يخيفكم هذا الجبن سيدفع ثمنه غاليا جدا إن تكاليف الثورة على الظالمين أخف بكثير من فطورة الجبن والخوف ثم نحن الآن ما نقول لكم شطوروا عليهم قلنا قول لهم هذه شوارعنا وبيوتنا ومساجدنا دعونا نعبر عن قضبنا دعونا نخرج ألمنا بعضكم يبكي في الليل وهناك من رسلني بذلك ويبكي في النهار بعضكم لا يستطيع أن يرى الجثث الممزقة الرضع الأطفال النساء ولكنكم عاجزين على أن تخرجوا للشوارع وتعبروا عن رأيكم لأنهم يحكمكم مجرمين لا يقلون عن صهاينة إسرائيل أقل شيء هذه فرصة بيش تقولوا لا لن نقبل هذا التخويف وهذا الترويع وهذا الترهيب ترجمة نانسي قنقر